كرومباية حمرة معلقة صغيرة من التوم المفروم كباية من المايونيز او نص كباية حسب حجم الكرومباية اللي انت تستخدميها عبوة من الزبادي معلقة صغيرة من الكمون وملح وشوية فلفل قصر وبس كده فيش ايه حاجة خالص الاختلاف هم بيعملوا ايه احنا عايزين بقى يا سلام لو كنا كده ايه يعني تونج رفاية كده هم بيعملوا ايه بقى على اساس ان الكرومب بيدبل كده معانا شوية بيجيبوا طاصة ويحطوا فيها شوية من الزيت دي النقل الخطوة دي اختيرين ممكن تستغنوا عنه وبيجيبوا الكرومب الاحمر ده ويحطوه في الطاصة بيقلبوه كده شوية علشان يدبل طيب احنا مش عايزين نعمل الخطوة دي وعايزين نشتغل فيها كده من جير ما ان احنا نقلب الكرومب على النار نعمل ايه ممكن قوي ان احنا نقطع الكرومباية ونخطها في الزبادي والمايونيز وكل حاجة ونشلها في التلاجة من بالليل للصبح الكرومب ده هيدبل معانا وهيطرى معانا شوية يعني يطرى بس حاجة بسيطة ويشم النار شوية طيب بصوا بقى السلطة سهلة جدا عندي كباية من المايونيز او نص كباية يعني حسب الكمية اللي انت هتعملها علقتين كده كبار حبطن كلهم بقى عبوة كده او عبوتين من الزبادي شوية من زيت الزتون طوم كمون نقلب يا سلام كده لو نحط كده ورق النعناع بس يعني بصوا انا هقطعوا كده بايدي اهو الشكل ده هو ده الدريسنج بتاع السلطة ما فيهاش اي حاجة خلص شوية ملح وشوية فلفل قصر ما يونيز زبادي كمون طوم مفروم شوية ملح حوالي رابع معلقة صغيرة وهنقلب وهاخد الكرمبايا دي وهنزل بيها كده بالشكل ده كده تبدل معها السندوتشات زريفة جدا سهلة الله ريحة النعناع مع الطوم المفروم ظهرت ليه علشان انا حطيت الكرمب وهو سخن كده على التوابل والزبادي وكل حاجة فرحته باني كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر